لكن احنا معنا مدخلة من الأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين عيئة في الشق الصيني بالذات في أسئلة كتيرة جدا خاصة بالتصدير والاستيراد أهلا بحضرتك أستاذ أحمد شيحة معنا في بالعربي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك هيا وإحنا بنتكلم النهاردة عن التجربة الصينية أكيد حيتبادر للذهن عند كل مستمعينا حكاية أن الصين هي المصدر الأول للسوق المصري وربما العربي إيه المبرر اللي ده من وجهة نظر حضرتك أستاذ أحمد لا هي مش للسوق المصري والعرب أسد هي المصدر الأول للعالم أجمعه سواء الأسواق الأوروبية أو الأمريكية هي أكبر مصنع في العالم بيصدر كافة المنتجات المتواجدة في الأسواق في كل أنحاء العالم وده لأن الصين أصبحت دلوقتي هي الصانع الأول في العالم بسبب اهتمامها الشديد جدا بالصناعة وتطويرها وتحدثها وجودتها ورخص أسعارها اللي هي بتتماس بها هذه المنتجات حكاية الجودة دي يعني يتحط تحتها علامات اللي بيوصل لنا دايما من المنتج الصيني اللي بيقعد شوية وما بيكملش يومين سواء لعبة أطفال أو حاجات يعني حتى استهلاكية في ذهننا إن دا المنتج الصيني ولا اللي بيجينا حاجة تانية لا ما فيش حاجة اسمها اللي بييجي من الصين جودة رضيئة أو جودة جهدة لأن هي المواصفات الجودة اللي موجودة في المصانع الصينية بقت شرط دلوقتي أساسي لأي مصنع يصدر إنه يلتزم بالمواصفات العالمية وشهادات الجودة الممنوحة لهذا المصنع الشرط الأساسي للإستراض ولكن في بعض 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 الشركات اللي كانت بتستورد من بعض المصانع الغير مسجلة أو الغير مؤهلة للتصدير وبتتحقل في وجود بعض المنتجات الرضيئة ولكن اللي بيحسن الموضوع ده في وجود سلع رضيئة أو غير رضيئة هي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كل منتج بيتم استراضه بالطرق الرسمية القانونية بيعرض على هذه اللجنة اللي هي العامة للقابة على الصادرات في كافة لجانها ومعاملها ومفيش أي منتج بيدخل إلا بعد ما بيكون مطابقة للمصافات الصحية والبيئية والفرنية وكل ما يخص الجودة بتمر عبر هذه الهيئة لأنا أعتقد ما بيتفوتش أي حاجة غير لما يكون مطابقة للمصافات ويكون فعلا بجودة عالية طيب صحح لنا المعلومة يا أستاذ أحمد شيحة يعني البعض بيقول إنه المستورد المصري بيروح للمصانع وبيقول أنا عايز منتج كلاس سي وده اللي بيحصل وبييجي للسوق المصري المستوى اللي هو يعني زي ما بنقول عندنا تحت بير السلم ده الكلام ده مش مظبوط وده كلام يعني باطل يراد به باطل يعني مش هاي دقول لك كلام حي يراد به باطل ده كلام مش مظبوط لأن اللي بيشيع هذه البيانات أو المعلومات ومصاح بعض أصحاب الصناعات الاحتكارية اللي موجودة اللي هو مش عايز حد ينفسه عشان زي ما شحنا الفترة اللي فاتت لما تم ماء وخاصة من دول آسيا اللي هي بتصدر لأسواق أوروبا واللي هي الشركات الأوروبية بتصنع عندها السلعة بتاعتها بتحط عليها البراند يعني أغلب الشركات الأوروبية اللي بتصدر للسوق المصري بتصنع فيه أسواق آسيا السلام على حضرتك اللي هي الأسواق الأوروبية بتصنع كل منتجاتها داخل الدول الأشيائية بالمواصفات أو باللوجو بتاعها أو البراند بتاعها ودعاننا احنا بخامس ستة أضعاف سعرها فدي بتبقى حرب موجودة ما بين القوة الصناعية الكبيرة إن هم مش عايزين أي حد ينفسهم أو يكشفهم في السوق إن المنتجات اللي هم جايبينها أغلى من المنتجات الصناعية مع إن المصدر واحد والجودة واحدة والمصنع واحد ونفس المواصفات بتبقى واحدة طب خليني أسأل حضرتك هذا السوق المصدر هل هو أيضا مستوعب لمنتجات كمستورد ولا يعني مكتفي بمنتجه لا 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 الأسواق المصدرة زي الصين واليابان وكل الدول اللي احنا في تعامل معها حتى الأسواق الأوروبية بتلاقي كل منتجات العالم موجودة فيها يعني احنا بقى أنا لسه جايب من الصين ما فيش نسبوع بتدخل الأسواق موجود كل البراندات العالمية الفايصل والحكم هنا فيها الجودة والسعر وهو المستهلك انا بوجد المنتج ده والمنتج ده والمنتج ده واللي بيحمي السلعة اللي أنا بشتريها زي ما هنا بيقول لك عزيز حماية الصناعة المصرية مش هيحمي الصناعة المصرية لما تكون فيه منافس جيدة ما بين كل المنتجات العالمية وكل الجودة اللي موجودة في السوق هي في النهاية اللي بتحكم اخذ المنتج ده ومخدش المنتج ده طب ايه اللي احنا ممكن نصدره لهم آآ ساذ أحمد شيح احنا يعني بعض المواد الخام والسلع الغذائية هو ده اللي احنا ممكن بنصدره انما كل السلع الهندسية والالالكترونية اعتقد صعب كتير جدا ان احنا نستورد لان احنا كل مكوناتنا وكل السلع الوسيطة والمواد الخام بنجيبها من هناك خاصة الاجهزة الالكترونية العربيات الاجهزة الهندسية المعدات الماكينات طبعا عنده كله بيتم استرادهم بره واحنا دهولة منتجة لهذا احنا كل بنصدره اذا كان بعض المواد البترولية اللي متعاقد عليها من فترة السلع المادة الخام المادة الخام السلع الغذائية والمزروعات او بعض المصنعات في هذه المجالات عموما شكرين مدخلة حضرتك ومعلوماتك اللي اضفتها لنا نتمنى ان شاء الله ان احنا السوق المصري والاسواق العربية تتعافى قريبا باذن الله ويعني نشوف منتج طالع على باخرة او حاوية رايحة للصين مش بس الحاويات كلها يعني بتيجي ممتلئة وترجع فارغة شكرا لحضرتك شكرا